ورجعنا لحضراتكم بقى ويمكن الإنفوغراف اللي فاد ده أرقام خيالية للمرتبات اللي عايبين في أوروبا لكن تعالوا نستقبل بقى ديوفنا الجمال جداً اللي يضيفه كتير في التحليل لنا هنا الأستاذ أحمد مصطفى والأستاذ بلال محسن حبيبي طبعاً عبر رحمن أهلاً بيك وأهلاً بكل أستاذ المشاهدين وأهلاً طبعاً بيك يا أحمد وحيشنا ومفتقدينك طبعاً وكل سنة طيبين ورمضان كريم على كل أستاذ المشاهدين يا رب وعلى النادي الأهل بقى إن شاء الله في مباراة سيمبا كده تبقى صهرة رمضانية جميلة إن شاء الله تدخلت في مباراة سيمبا داخل عاطمة سخيري بحميد بسرعة النور يا أحمد وحشنا جداً ومفتقدين جداً أنا معاكم عبد الرحمن إن شاء الله نقدم حلقة مميزة كده لكل مشاهديك أتلاحيبين يعني احنا طبعاً كنا مجاهزين الحلقة النهاردة تزامناً مع مباراة منتخب مصر اللي يمكن يعني طبعاً خلينا نتفع على حاجة بس بمبدئين يعني النتيجة طبعية جداً ومنطقية جداً احنا بلعب كرواتي الصحيح كان نفسنا إن المنتخب يفوز قلت إنه المكسب في حد ذاته مهم جداً وهدي دفع كبيرة جداً في بدايات حسام حسن لكن خلينا نتفع برضو إنه النتيجة طبعية ومنطقية لأنه أنا عارف إنه فيه ناس كتير هتبقى زعلانة عارف إنه الخسارة إلى حد ما تقيلة شوية لكن يعني في النهاية أعتقد إنه احتكاك قوي جداً وده مطلوب أنا بتمنى جداً إنه دائماً احتكاكات المنتخبات كلها هتبقى مع فرق ومدارس مختلفة نلعب مع أمريكا اللاتينية نلعب مع أوروبا نلعب مع آسيا مع فرق ومنتخبات قوية وليها اسم ونخسر أفضل ما نلعب مع منتخبات نص نص يعني زي ما بيقولوا ونكسب ونبقى متطمنين لكن نروح في المطشات الكبيرة أو البطولات الكبيرة ما نعملش حاجة فهارد لك لحسان في بداية مشوار وأعتقد إنه التجربة فيه قبل ما أدخل في الأهل يوسينبا عارف طبعاً نحن مجهزين أهل يوسينبا بس عاستقييم كده لأهم مكاسب البدايات بالنسبة لحسان مع منتخب مصر يعني يمكن يا أحمد طبعاً معسكر منتخب مصر استمر من تقريباً من واحد رمضاني عبد الرحمن المعسكر انطلق كابتن حسان واضح إنه بيعتمد على مدرسة المعسكرات الطويلة حاب إنه يجمع اللاعبين المحليين قبل ما يصل اللاعبين حتى المحترفين واشتغل معهم على حتة إنه هو عايز يرجع تاني هبت منتخب مصر عند اللاعبين يعني عايز اللاعب اللي رايح منتخب مصر ده يبقى قبل إعلان القايمة مستني اسمه في القايمة ولا لأ قال حتى في حديثه مع اللاعبين إنه خلاص ما بقاش فيه مكان محجوز لحد مش علشان أنت محترف فمعنى كده أنت تبقى ضامن إنك جاي المنتخب لأ الأكفأ هيلعب وبان في اختيارات كابتن حسام لقايمة المنتخب الأخيرة حتى في مشاركاته إحنا شفنا أحمد حجاز اللي كان أحد العناصر الأساسية وأحد قادة منتخب مصر بيظل على دكة البودلاء في المباراتين الوديتين أمام نيوزلندا والنهارده أمام كرواتيا حمدي فتحي شارك بديل لإمام عشور مشاركش النهارده يعني شايفيني أرسلني مثلا كمحترف في أرسنال كان بيه في كل المؤسكرات يعني هو كابتن حسام واضح أنه هو عايز يحط فكر جديد أن الكفاءة في الاختيار هتبقى لعامل الملعب والمشاركة بالظبط يعني وبتأدي بقى إن كان اسمك وإن كان هذه اللي بتلعب فيه بالظبط آه وإحنا شوفنا حتى يعني يمكن كابتن حسام كسب الرهان أنت سألتني يا أحمد عن المكاسب كابتن حسام كسب الرهان مثلا في رهانه على مروان عطية فاز بجائزة رجل المباراة لو ما كانش حسام حسن موجود كان كنا نشوف محمد النني مع كامل احترامنا لقيمة النني الكبيرة طبعا ولكن كنا هنشوف المكان ده محجوز بإسم اللاعبين المحترفين كابتن حسام بيدي فرصة النهاردة لمروان عطية بيعمل أداء كبير قوي سواء النهاردة أو المباراة الماضية فنتمنى رامي ربيعة أحد الوجوه اللي أعادها مرة تانية كابتن حسام للمشاركات الدولية وانتخب مصر أحد النجوم آه آه يعني كان نجم في المباراة الماضية والنهاردة بيشاركوا بيأخذ هو رامي بقى له فترة رامي لولا الإصابات على فكرة من اللعيبة اللي أداءها سابق جدا ولعيب دولي طول عمره ولعيب عمد خبرات بس هو إستيث الأهلي برضو طبع